اهلا ومرحبا بكم في النشرة الجوية نهار الجمعة كتوقع مديرات الأرصاد الجوية الوطنية غدا ان شاء الله غدا يتبرز تيارات بحرية غدا تعتنخفات في درجة الحرارة من مناطق الشمالية مع تشكل سحب ملخفضة قرب سواحل خلال الصباح والليل وغدا تظهر كالعادة سحب غير مستقرة غدا تعتز خاطر عادية متفرقة خلال الظاهرة فوق كل من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية مع مرور سحب عابرة مدارية غدا تهم أقصى جنوب البلاد وشرق الأقاليم الجنوبية أهلا ومرحبا بكم في النشرة الجوية نهار الجمعة كتوقع مديرات الأرصاد الجوية الوطنية غدا ان شاء الله غدا تبرز تيارات بحرية غدا تعتنخفات في درجة الحرارة من مناطق الشمالية مع تشكل سحب ملخفضة قرب سواحل خلال الصباح والليل وغدا تظهر كالعادة سحب غير مستقرة غدا تعتز خاطر عادية متفرقة خلال الظاهرة فوق كل من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية مع مرور سحب عابرة مدارية غدا تهم أقصى جنوب البلاد وشرق الأقاليم الجنوبية ستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من قطع الشمالي بالقرب من السواحل والأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى متقلبة الاتجاه باقي المناطق مع هبوب رياح راملية داخل الأقاليم السحراوية وغدا تروح درجة الحرارة خلال الليل ما بين 15-20 درجة بمرتفعات وما بين 18-23 درجة بقرب من السواحل وما بين 21-25 درجة بسهولة داخلية والمنطقة الشرقية وما بين 25-30 درجة بجنوب الشرقي وداخل الأقاليم السحراوية وغدا تروح درجة الحرارة في الصباح ما بين 23-30 درجة بقرب من السواحل ومرتفعات الأطلس وما بين 30-30 درجة بسهولة محطية الشمالية والوسطى والسيس والريف والشرق وما بين 38-43 درجة داخل الأقاليم السحراوية والجنوب الشرقي إلى هناك تنتهي أحوال التقس بسلام عليكم قبل ما تخرجوا تابنوا في لاشين ديانا سور يوتيوب وبرتاجوا الكونتونيو في لغيزو سوسيو وبلا ما تنسوا تديروا جام وما بغيتوا تشوفوا شاشة تشوف تيفي انسامبل كليك في هاد البوتان وما فيها بس إلا خليتوشي تعليق تعبرو في على أراكم اقتراحتكم وحتى انتقاداتكم اشتركوا في القناة